وعدنا إذن معكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا الليلة المميزة اللي من خلالها من نودع 2014 وكلنا حميس والتفائل مع هالوجه الحلو وضيفتنا ماجي فرح الإعلمية القديرة على وجهك يا ماجي إن شاء الله هالسنة بتحمل الخير لكل الناس حتى الأبراج اللي هي أوفر أو أقل حظاً يعني تترك الأوفر شوية حظ للأقل صح؟ إن شاء الله كازبونة بيالحال اليوم ما عنا ترتيبة معين عابلنا هيك نشتغل بالأبراج بشكل عشوية شو رأيك؟ يلا منخلي المشاهدين يتابعونها للآخر شو عبالك نبلش بأي أبراج؟ متل ما بدك أنا حاضرة لأي أبراج أحسن ما يفكرون أنا برج ترابي أنا من برج التور نبلش بالأبراج الترابية كيف كان التور معيك؟ علاق في خبرك بس تألك شاغلة خلينا نشوف مشاهير هالبرج ميزة طيب أوكي برج التور مميزات البرج محافظ مثابر أعملي عادل كريم متواضل أبرز مشاهير برج التور عادل إمام نانسي عجرم نور الشريف فيفي عبر وين اسمي وراغي دجلوب لا لا أنا أترجو ما فيه نصم بهذا الموضوع ماجي برج التور حنبلش فيه السنة كانت حلوة بس هوني بدي أقول ملاحظة للمشاهدين السنة الماضية أجريت لقاء مع الإعلامية طبعا ماجي فرح قاتلي رح يكون عندك نقلة نوعية ومختلفة هذا العام أول ما لتقيت فيها الليلة قلت لها صح توقعاتك وقت قلت لها وين بدي وشو هالنقلة وين بدي أين سيدي تتفكر أنه وين معقول يكون فيه عنده هالنقلة وما كانت نقلة عادية نقلة نوعية على قناة الحياة أكيد 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 نهنيك علي تانكيو حبيبتي وإن شاء الله يكون كمان مشرفة هذا المحطة بانضمام لألة أكيد دعا ما عندك شك ماجي برج الثور السنة كيف رح بتكون علي اللي ديقول لما وليد الثور السنة اللي حيتنفسه السعداء بعد سنتين ونص من المعاناة من بعض الأجواء اللي كانت ضغطة بسبب مواجهة كوكب ساتيرن لقلهم اللي كانت ببرج العقرب يعني بوجه وخلق مشاكل على صعيد الشراكة على صعيد التعاطم على الطرف الآخر على صعيد الإرباك اللي مرأوا فيه السنة مبقفة معاكسة لأنه كوكب ساتيرن خرج من برج العقرب بـ 23 ديسمبر الماضي وانتقل إلى برج القوس ترك للثور فصحة من الحرية يعني يشعر الثور هذه السنة أنه أكثر حرية من السابق بيستعيد حيويته وقدراته وكل ما اقترب من فصل الصيف بيشعر أنه الأمور عم بتصير أسهل وأحسن وأحلى بفصل الصيف بيطل على عمل جديد على عقد طالما حلم فيه شي جديد نعم بيصادف الشفاء إذا كان عنده مشاكل كل الدعم الفلكي يأتيه ابتداء خاصة من شهر قاب هلح نشوف أنه في كتير ناس عندهم مفترق طريق قاب منهم حيكون مفترق طريق جيد والآخر قد يكون مفترق طريق صعب جدا الثور مفترق طريق جيد جيد في قاب ومش عاطل في أول السنة شوي بده يعاكسه كوكب جوبيتير الموجود بالأسد من شهر قاب الماضي يعني اللي حصل بين قاب والخريف قد يعني يتجدد بس بطريقة أقل بكتير لأنه ساتيرن بطل يعاكسه بقبس جوبيتير بقاب ما بقى في معاكسة لا بل يتحول جوبيتير إلى حليف لبرج الثور لأنه يدخل برجا ترابيا هو العزراء إذن لحيكون الثور عنده كان الأوضاع الفلكية داعمة لأله وإذا فيه كواكب تاني بمواقع تاني ما بتكون عدوية يعني بتكون صارت أكتر إذا بدك ملاطفة مع مولود الثور في عنده جهات يعني بترق باب جهات فاعلي بده تساعده على أنه يشغل مركز مهم يمكن حلم فيه أو ما حلم فيه بس بلاقي حاله عم بيبرس بمجال مهني بمجال فني بمجال تجاري أو حتى سياسي يعني إذا عم بيحلم الثور بالسياسة فممكن أنه سيني مونيس طبعا يحتل مركز سياسي جيد ويحقق هدف هلأ في شهرين عنده كمين مهمين يا شباط أول شهر فبراير فبراير يا كانون الأول يناير عاطفيا بتخطى مشكلة وبيعبر نحور طريق جديدة وعلاءات أكثر استقرارا شفنا أنه أفضل فترة لألو أو أفضل فترتين هن الصيف والخريف بدون ما يكون الشتة معاكس يعني الشتة يمكن يكون عادي رواء وينتقل إلى فترة أفضل إذا كان عازبا قد يعرف زواجا في الأشهر السلاسة الأخيرة أو حبا جديدا يزين حياته هلأ بس بدي أقل له شغلة ينتبه للثور بأول ثلاثة شهر ينتبه على صحته وسلامته يعني ما يعرض حاله للخطر بس بهالوقت في شي بشغل بشغلتي لبالي لا لا إذا عنده شي مشكلة أو إذا عنده ينتبه أنه ما يعرض حاله إن كلا جريف ما يعرض حاله إذا لا إذا ما ينتبه لحال ما يكون شيء آخر ما ميش تفكر شيء ضروري ما مي يتفق برج الثورة عاطفيا هذا العام الثور أكيد دائما الثور يعني نحنا بنعرف فيه أبراج ترابية أبراج مائية أبراج هوائية أبراج نارية برج الثورة برج ترابي مين بيصق إلى التراب شو بيصق تراب الماء إذن الأبراج الترابية تتفق مع الأبراج المائية الثور العذراء والجدي بيتفقوا مع الحوت مع العقرب ومع السرطان هدو الأبراج بتناغموا مع بعضهم في تجانس مع بعضهم